لا حدود لما يمكن أن يفعله الفرقاء المتنفسون على مقاعد السلطة في العراق فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة من أجل الفوز أو الاستمرار في شغل مقعد برلماني أو حكومي حيدر العبادي بصفته رئيساً للوزراء أصدر قراراً بمساواة رواتب عناصر ميليشيا الحجد برواتب أفراد الجيش الحكومي قرار يؤكد استعداده لاتخاذ أي خطوة من شأنها تعزيز فرصه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة مهما كان الثمن فالعباد انتظر حتى هدأت عاصفة إقرار مشروع الموازنة العامة وما صاحبها من جدل واعتراضات من جانب الأكراد بل ومن جانب قيادات ميليشيا الحجد أنفسهم ليظهر بعدها بمظهر المنقذ والداعم لحقوق صغار المقاتلين في صفوف الميليشيات ليضمن بذلك دعمه والانتخابي له ولقائمته بما يمثل ضربة قاسية لتحالف كتلة الفتح الانتخابية والتي تضم كثيرا من قادة الحجد من جهة أخرى فإن قرار العباد يضمن بنودا من شأنها فك الارتباط بين عناصر الحجد وقياداته فالقرار اشترط فيما يشغل منصب آمر تشكيل فما فوق أو أن يكون خريج دورات كلية القيادة أو كلية الأركان التابعة لوزارة الدفاع وهو شرط لا يتوفر لدى أكثر قيادات الميليشيات ما يعني عمليا عزلهم من مناصبهم القيادية وبعيدا عن الصراع الانتخابي بين العباد وخصومه فإن القرار يسمح لميليشيا الحجد بالتغلغل داخل الجيش وليس من المستبعد أن يهيمن الحجد على الجيش حسب ما يرى مراقبون فهو يتكون من ميليشيات طائفية أسست بفتوى دينية مرتبطة بإيران ارتباطا وثيقا يجعل منها خطرا ليس على الجيش فقط وإنما على وجود الدولة العراقية نفسها فهل يعي السياسيون قدر الأخطار المحدقة بالعراق جراء تنفسهم ولعبهم بالنار؟